دكتور محمد العسيري على دور المنتدى وأسهامه في التواصل بين الأجيال في قطاع الفضاء للمحافظة على استدامة قطاع الفضاء ومواصلة البناء على ما تم إنجازه وتعلمه فيما مضى وأكد العسيري أن التواصل بين الأجيال ضرورة حتمية وخصوصا في قطاع مثل الفضاء الذي يشهد نموا متسارعا خصوصا في هذه الفترة التي يشهد فيها العالم الكثير من التغير على مختلف المستويات البيئية والاقتصادية والسياسية وتطرق المنتدى لأبرز أجهزة الفضاء التي تشكل اليوم العمود الفقري للأنشطة الفضائية مستعرضا عددا منها مع التركيز على النجاح الذي حققه العالم من خلال تعاون عدة دول في بناء وتشغيل محطة الفضاء الدولية والتي كانت لها سامات عديدة لخدمة التطور التقني في مختلف المهدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر